أحبائي عاوز أتكلم في بعض الملحوظات هذا الرقم هو سمة علامة يعني لتحديد الهوية من هم أتباع الوحش يدمغ ظاهرا للعيان على الإيد أو على الجبين والذي سيرفض يحرم من ضرريات الحياة من بيع وشراء رقم ستة عاوز أود هذا الأمر ليس مرتبط بالتاريخ معين ولا في حدث معين ولا في أي شخص آخر يعني أنا بتذكر مشكلة زوجية رهيبة حدثة بين واحد ومرته اتزوج جديد بنا بيت والشارع اللي يعني اتحط فيه رقم البيت كان رقمه ستة ستة والست مش عاوزة تسكن في البيت لأنه ستة 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 والأخ أجا وبقول إقنعها للست إنه هذا رقم يعني وفعلا حاولت تحكي معها مش بيتكلم على بيت ولا بيتكلم هذا رقم شخص وهذا بيكون في آخر الأيام والكتاب أعطانا مواصفات إنه رح يكون فيه ارتداد عالمي يعني ثورة عالمية ضد المسيح يسوع المسيح فمش مناتو إذا واحد الرقم ستة معناتو هاي علامة الوحش لا هم بيتكلم عن عدد إنسان فإذا هون بيكون واضح للعيان يعني مش إنه شيء غامض مثل الشريحة أو ما شابه أو الباركود اللي بيستعملوه أحيانا لا هون شيء واضح جدا لا يذكر اسمه لأنه مش عاوزنا إنه نعرف لألا نربطه في أي شخصية معينة نصير قضاء آه هذا رقم ستة ستة فإذا منحكم على هذا الشخص مرة تانية ستة 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 هو رقم القاصر سبعة سبعة هو رقم الكمال رقم الثالوث كمال الخالق أيضا بولوس شجع المؤمنين أن لا يتزعزعوا في الرؤية يقول هنا الحكمة أن يتكلم عن إنسان مش عن شيء آخر يتكلم عن إنسان والأرقام هي حروف أبجدية مثل ما ذكرت تطلب الحكمة والفهم عندما يعلن عن المسيح الدجال سيكون الأمر واضح مثل ما شفنا بتسالونيكي التاني صاح 2 فإذا الأمر مش غامض رح نعرف فإذا أحبائي قبل ما جيء الرب مباشرة سيكون فترة ارتداد على مستوى عالمي أي عسيان وتمرد وثورة وانحراف ديني هائل يعني هون رح يكون رؤساء دين وطوايف وكله رح تشيك هانز مع المسيح الكذاب للأسف لأنه عاوز يوحد ويأسس وحدة عالمية ويمكن بتشوفها في هاي الأيام ظهريا بالشكل أو بآخر ستبقى الحرب إلى النهاية بين أتباع يسوع المسيح المؤمنين اللي اغتسلوا بالدم ورفضوا علامة الوحش مع أي شيء آخر له ضد المسيح فإذا هذا رح يكون واضح مشان هيك بيتكلم من هو نجس فليتنجس بعد من هو بار فليتبرر بعد لأن رح يجي يوم رح يبين في الشحة الوسط يا بتكون مؤمن مؤمن يعني رح ترفض مثل ما المؤمنين الأوائل فأيام الرومان رفضوا إنه يعبدوا قيصر رح يكون واضح يا بتكون مؤمن يا غير مؤمن ما فيش حل وسط السياسة والمسايرة والمهادنة اللي منشوفها كتير في هذه الأيام هذا الارتداد مش يعني تتكلم عن ارتداد مثل اللي بتشوفها هاي الأيام لا هم بيتكلم عن تمرد ضد يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر